هنكمل مع حضراتكم أخبارنا وبنتكلم عن أولمبياء توكيو اللي العالم كله بيتابع أخباره واللي انطلقت منافساته من أيام وحتستمر لحد 8 أغسطس بيشارك اللجنة المنظمة يعني عدد من المتطوعين من مختلف جنسيات العالم من بين المتطوعين شاب مصري اسمه أحمد صبري أحمد معنا دلوقتي عبرزوم صباح الخير عليك يا أحمد ولو تقول لنا كده يعني إزاي تقدمت للتطوع وإيه هي شروط القبول علشان تكون أحد المنظمين صباح الخير هدير صباح الخير أحمد صباح الخير كل أهل في مصر وحشتوني أنا أحمد صبري موجود دلوقتي في توكيو في اليابان أنا أصلا من دراو أسوان جيت اليابان في آخر 2018 قبل ما أنا أجي كنت عارف أن في أولمبياد ودي فرصة أن أنا أحضارها ومجرد ما أنا وصلت عملت الأبليكيشن بعدها بشهر اتقابلت بدأوا بقى يتواصلوا بينا أن احنا نحضر تدريبات يعرفون أكتر عن تاريخ الأولمبياد عن الدور بتاعنا يعني كانوا بيتأكدوا من اللغة بتاعتنا كويسة والأساسيات بتاعت اللغة اليابانية وبعد كده حصل موضوع كورونا فبدأوا يخلوا كل التدريبات أولاين دورك المتطوع يا أحمد بيكون يعني هل تنظيم في حفل الافتتاح والختم فقط ولا الدور شكله عامل إزاي جميل أنت بمجرد ما تدخلي الأستاذ أو أي ملعب فيه جيش موجود الجيش ده بيتكون جزء منه اللي هو إحنا المتطوعين في التنظيم فيه جزء الناس اللي هي الموظفين الأساسيين اللي دورهم عملية التنظيم وإحنا بيساعدهم وهم بيطلبوا مننا مساعدة لأن الموضوع بيحتاج أي دعمنا كتير هنا في اليابان لما بيجي يعملوا الحاجة بيتأكدوا أن عدد كبير بيتأكدوا أن كل حاجة تتعمل صح فمحتاجها ناس كتير عشان كده هما محتاجين متطوعين غير بقى الفقرات الفنية اللي كانت في الافتتاح مثلا أنا مثلا حضرت أربع تيام قبل الافتتاح اللي كان أول مبارح تلاتة عشرين أنا كان دوري في الأربع تيام كان مساعدتهم في إعداد الجروبة للافتتاح آه أوكي آه فضل كان في مصريين تاني مشاركين معك قبلت مصريين متطوعين كمان آه إحنا عندنا عارف حنا هنا الجالية المصرية في اليابان أو في توكيو آه فانا أسألت زمايلي آه فيه فيه واحد مش مهندس عمر آه سوري مش مهندس عمر آه هو موجود وكان أول يومية طريق مبارح وكان موجود في الترجمة في مصري. نحن اتنين. بس أنا الميزة اللي عندي إن أنا موجود في أرض الأوليمبيك ستيديم ده الاستاذ الرئيسي اللي تعامل عليه وعليه ثلاث ألعاب عليه ألعاب كرط القدم والسوفت بول وعليه ألعاب المسارع طيب أحمد عاوزين نعرف دورك بقى بشكل عام واستقبلت يعني أنت تعتبر المصري الوحيد اللي منضم لي تنظيم البطولة كمتطوة بخلاف البعثة الرسمية المصرية بشكل عام. قلت أن الحكاية بدأت معك في 2018 أعتقد أثناء الفترة دي كان فيه توقف للبطولة أو إعلان توقف البطولة بسبب جائحة كورونا وبعد كده رجعت مرة تانية تنظيم البطولة. استقبلت الخبر ده إزاي ونقطة التحول بقى إيه اللي اختلف في تنظيم البطولة ما قبل الجائحة وما بعد الجائحة جميل. إحنا عندنا أنا ليه أكاونت عندهم على الأكاونت أنا كنت بتابع كانوا بدأوا بقى بيعطونا إيميلات وهنعمل بقى تدريبات وكده. أنا فاكر مثلا أن أنت كان تفتح التمرين وأنهم بيتحمل عندهم أن أنت حضرت التمرين ويديك علامة صحة أن أنت عملت الخطوة دي في طريقة لتأهل النهائي كمتطورة. آآ بعد كده لما جيبها الكلام عن أننا ما فيش أولمبييات هتتلغي. طبعا كانوا واحد حزين جدا. آآ بعد كده لما تقال بلا. هتتأجل. هتبقى بدا لألفين وعشرين. هتبقى لألفين وعشرين. بلس. سنة يعني السنة في عدد 2021. آآ آآ ماشي. بدأوا برضو يبدأوا معنا دا هتباته دا. أنا أعوز أقول حاجة هنا. بصراحة. أنا اللي حصل أنا كسلت منهم بفترة. خلاص بقى لسه كمان سنة. نعم. بدأت أكسل منهم وما بيتش اهتم كثير بالإمنات. لكن من فترة يعني تريد من أربع شهور قلت لا أنا بدأت ولازم أكمل وبدأت أفتح الأكاونت من جديد وأدخل أشوف التدريبات المدخلة اللي ما حضرتهاش وحضرتها وبالفعل هم ما كانش عندهم مشكلة فدال لأنهم عارفين إن دا يعني أمر طبيعي الناس معظمها في كل يوم في كل يوم حصل نعم نعمل طرحي شوية للناس بسبب التأجيل يعني صحيح صحيح نعم وعدد كبير من الناس كمتطوعين ينسحب بسبب الكورونا آآآ بس أنا الحمد لله من المحصوصين اللي مكملين وموجودين إن شاء الله ومنمسل مصر وبنرفع عالم مصر دي هو الأستاذ واليابانين كلهم مبسوطين لما بيعرفوا إن أنا مصري أجنابي وموجود هنا وبعمل عمل تطويري بساهم معهم وهم بيشكروني ويعني مثلا إنت عرفت على سيزوكستان قال لي بيقول لي إن دي طبيعة المصريين هو قبل حد هنا مصري قبل كده وبيقول لي دي طبيعة المصريين إن هم مؤثرين في أي مكان طيب أحمد عاوز أعرف منك بقى التدريب والتأهيل ده خليك تتعامل أكيد مع جنسيات وثقافات مختلفة فإن اللي أنت لمست في الجنسيات والثقافات المختلفة وأثر عليك أو انعكس عليك أنت شخصيا إزاي؟ جميل أنا أفكر كويس قوي أول يوم حضرنا في 2019 التدريب كان في الإنوناشنال توكيو فوروم كان اليوم ده كنا أول مرة نروح ونشوف إيه الدنيا كان فعلا في كل الجنسيات عادونا على ترابيزات كل ترابيزة عليها شئين فارضة أو خداشة فارضة على المعتقد وكان فعلا في كل الجنسيات أنا شفت ده كل الجنسيات فعلا على الترابيزة أنا فاكر كان في أفارقة وكان في أمريكان غير اليابانيين والسونيين كانوا موجودين وفاكر كانوا بيعلمونا زي نشتغل عمل تيم وورك مع بعضها عمل جماعي بعد كده لما بقينا أولاين طبعا الموضوع تغير أنا مثلا من تواجدي الخمس تيامل اللي حضرتهم لقد دلوقتي لاحظت الأجانب قليليني خمسة تسعين في المئة من الموجودين كفريط طوعي يابانيين من خلال تواجدك يا أحمد يعني أو يعني مقار إقامتك هل هو قريب مثلا من منتخب مصر لكرة القدم يعني تباعة المباراة اللي فاتت إزاي مباراة النهاردة مستعدلها إزاي بتشجع الفريق إزاي جميل جميل أنا أنا مقيم في توكيو أنا من بيتي للأوليمبيك ستوديم اللي هو المقار رئيس اللي أنا بقدم فيه ساعة بالأطر المنتخب المصري إن شاء الله كل التوفيق وإن شاء الله نأخذ من الليلة الدهاج كثيرا أنا متفائل عمدا بيني وما بينهم بالطيارة ساعتين هم في هكايدو في شمال اليابان هكايدو دي بمناسبة متجمدة في الشتاء بس إحنا في الصيفة الجو دلوقتي حلو ده في مصلحة منتخبنا هم في صبورو مدينة صبورو لو هركب العطر السريع الشينكانسن تعريباً ثلاث ساعات أو أربع ساعات حتى نوصل لهم لكن أنا بتابع المباريات أنا تابعت المباراة اللي فاتت بس أنا كنت كان عندي دور طوعي وكنت في العطر أنا فاكرة سماعة المباراة في العطر النهاردة أنا هحضر المباراة هي كمان عندنا تعريباً ساعة فأنا عندي كورس ياباني بس أنا هحضر ساعة في المتشبه كده هحضر المباراة